اشتركوا في القناة اولا سنقوم بفتح مركز جديد لنختار زوج الدولار الاسترالي الفرانك لسويسري ونقوم بفتح صفقة بيع بدلا من استخدام امر تداول بسعر السوق حيث يتم فتح الصفقة مباشرة سنقوم باختيار امر معلق مع الامر المعلق يحدد المتداول الشروط التي ستؤدي الى تنفيذ امره وفتح صفقة التداول ان اردت البيع بسعر اعلى من السعر الحالي للسوق اليك الخطوات اللازمة نختار 50896 وحجم العقد بصفر فاصل واحد سنقوم بادخال امر ايقاف اعلى من سعر الدخول وسنقوم بادخال امر جني الارباح باقل من سعر الدخول بعد ذلك سننظر الى الخيارات المتاحة ان حددت خيارات متقدمة وادفانست يمكنك اختيار اما ضبط او عدم ضبط تاريخ انتهاء الصلاحية اخيرا عليك الاختيار بين فرض فتح صفقة جديدة او اغلاق اي صفقات موجودة فعلا واذا اخترت اغلاق الصفقة فسيتم تلقائيا اغلاق اي مراكز مفتوحة لديك مقابل هذه الصفقة ان فتحت صفقة شراء على زوج الدولار الاسترالي الفرنك السويسري ستغلق عند النقطة الاولى الان كما ترى تم وضع امر التداول هذا لذا اذا قمت بتحديد الاوامر في الاسفل سترى ذلك الامر بعد ذلك حدد الحساب وسترى قيمة حسابك والارباح واموالك والهامش والهامش المتاح واستخدام الهامش استخدام الهامش هو النسبة المئوية للهامش المتوفر الذي تستخدمه للتداول بالهامش او اذا كنت تفضل رؤية متطلبات الهامش الخاصة بك فيمكنك استخدام نسبة تغطية الهامش اذ تعتمد نسبة تغطية الهامش على قيمة حسابك مقابل الهامش المستخدم اخيرا اذا ذهبت الى المراكز المفتوحة ستتمكن من رؤية صفقاتك النشطة دعنا نختار الدولار الاسترالي الكندي هنا ترى بانك فتحت المركز مرتين اذا نقرت عليه سترى السعر الدقيق الذي تم فتح المركز به اذا كنت تريد اغلاق المركز اضغط فوق زر اكس وصلنا الى نهاية هذا الفيديو في الفيديو التالي ستتعلم استخدام المزيد من الميزات المتقدمة مثل كيفية فرز صفقات التداول